بسم الله الرحمن الرحيم طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا بكم معينا في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم آآ تحت رعاية واشراف بزارة التربية وتعليم آآ طبعا كل سنة المتطيبين آآ أيام جميلة أيام عمضان وآآ مشجعة وقع المذاكرة ما حاش قول احنا صايمين وبتاعهم عشان زاكر بقى وكده ايه احنا طبعا في اخر جزء من المنهج بتاعنا هو الجزء الخاص بالهرمونات ده بعد كده ان شاء الله زي ما اتفقنا هندخل بقى على نمازج الامتحانات والاسئلة ان شاء الله عشان نتضرب مع بعض قبل الامتحانات بتاعتنا آآ وان شاء الله تتم على خير امتحاناتنا وربنا يكتب لمصر يا رب السلامة ان شاء الله ويرفع عنها الوباء والامراض ان شاء الله آآ اتكلمنا على الهرمونات وقلنا الغدد الصماء اللي موجودة في جسم الانسان تمام فقلت ان انا عندي هرمونات بتفرز بنسبة حوالي خمسين هرمون في جسم الانسان انواع الهرمونات اللي موجودة بتصل الى خمسين نوع من الهرمونات في جسم الانسان وزي ما قلت ان هي بتكون بكميات محدودة آآ عند حدوث خلل في عمل احدى هذه الغدد الصماء بيأثر ده طبعا آآ على نسبة افرازها يعني ان عندي الغدد الصماء وقلنا الغدد النخمية هي بتأثر بتأثير كبير اللي كلمنا عنه المرة اللي فاتت في الغدد الصماء اللي باقية كلها آآ الافرازات بتاعتي سواء كانت بالزيادة او النقصان بتسبب اسمها خلل هرموني الخلل الهرموني بيأثر على الوظيفة اللي بيقوم بيها الكائن الحي مش احنا اتفقنا من الاول ان الانسان آآ آآ جهاز العصبي متحكم وبينظم العملات الحيوية في جسم الانسان وقلت اللي بيمشي مع التنظيم في الانشطة والعملات الحيوية جنبا الى جنب مع الجهاز العصبي هي الهرمونات والخلل الهرموني قلنا لو انا حبيت اعرفه قلت زيادة او آآ نقص احد الهرمونات نتيجة عمل الغدد الصماء المسؤول عنه بشكل غير طبيعي الغدد الصماء بتفرز نوع من انواع الهرمونات آآ حصل خلل فيها هي نفسها مبقيتش تفرز هذا الهرمون او بقى تفرزه بالزيادة او تفرزه بالنقصان ده اللي احنا بنقول عليه آآ بيشكل آآ مسئولية آآ آآ على الغدد الصماء فان هي بتحدث خلل هرموني داخل جسم الانسان طيب افكركم تاني بالغدد الصماء في جسم الانسان وهي عبارة عن الغدد النخمية والغدد الدرقية كمان عندنا غدد البينكرياس والغدد الغددتان الكذريتان والغدد التناسلية طيب فاكرين اماكنهم كنا حددنا في الصورة المرة اللي فاتت في اماكن آآ وجود هذه الهرمونات داخل جسم الانسان فشفنا زي ما احنا شايفين كده في بعض منها موجود في المخ زي الغدد النخمية في موجود عند القصبة الهوائية وزي ما احنا شايفين كده اللي هي الغدد او الغدد او الغدد الدرقية عندي كمان عند البينكرياس وهنا جايبلي في الصورة اهو عندي آآ مطلع الجزء الخاص بي زي ما احنا شايفين اهو البينكرياس ما بين المعدة والامعاء اولاد وآآ ادي الغدد البينكرياسية تمام الغدد القذرية هنتنقل عن زي ما احنا شايفين عند الكلية فوق الكلية وهم غدتين لان زي ما قولنا على كل كلية من الكليتين اللي عندي موجود غدد من الغدد القذرية بعد كده تيجي غدد المبيض والغدد التنسلية في الخصية طيب اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الغدد النخمية واتكلمنا عن هرمون النمو اللي بتفرزه الغدد النخمية اللي هي قلنا عليها سيدة الغدد او قلنا عليها الغدد الرئيسية في جسم الانسان لانها مسؤولة عن افراز الهرمونات المنشطة لعمل الغدد الصماء الاخرى دبقى انا غدد صماء ليه وظيفة معينة ولكن فيه هرمون بيجي نشط عملي يجديني منشطات خيطة عشان اشتغل واعمل الوظيفة بتاعتي اللي هو افرز الهرمون الخاص بايه تمام واتكلمنا على هرمون النمو لو تفتكروا وقلنا الخلل اللي في الهرمون النمو بيحصل ايه العمالقة والقزلمة اللي هو يبقى فيه انسان قزم والتاني يبقى عملاق هنا بالزيادة وهنا بالنقصان فبيبدأ النمو العضل مستمر دون توقف نتيجة لهذا الخلل الهرمون طيب تعالوا بقى نتنقل للنوع التاني او الغدد التانية اللي موجودة في جسم الانسان من الغدد الصماء وهي الغدد الدرقية زي ما احنا شايفين الغدد الدرقية بتتكون من فصين بتوجد في الجزء الامامي للعنق اسفل الحنجرة ايه الحنجرة بتاعتي هنا ففي اسفل الحنجرة بيوجد الغدد الدرقية وهي عبارة عن فصين نحيا مين ونحيا ايه فصين مين وفصش مين على جانبي القصبة الهوائي ده بالنسبة للموقع بتاع دون تعالوا نشوفها كده في الصورة بتاعتنا اهي ادي شكل القصب الهوائية طبعا بالدرية هنا في الصورة بتاعتي ايه وفي الصورة التانية زي ما احنا شايفين ادي القاء الحنجرة واسفل الحنجرة زي ما احنا شايفين فصين على الجنب هنا والجنب هنا بسليهم الغدد الدرقية تمام واضح يا ولاد ماشي تعالوا نشوف ايه بقى الهرمون اللي بتفرزه الغدد الدرقية وايه اهميته بالنسبة لجسم الانسان او للعمليات الحيوية اللي بيقوم بيها جسم الانسان الافراز الهرموني قال بتفرز الغدد الدرقية هرمونين مش هرمون واحد الهرمون الاولاني اللي هو السيروسكين اللي هو بنقول عليه الدرقين الغدد الدرقية اللي اجاب من كلمة الدرقين وده اسم الهرمون هرمون السيروسكين السيروسكين ده هرمون مسؤول عن ايه تعالوا نشوف كده مع بعض قال ان هو بيقوم بدور رئيسي في عمليات التحول الغذائي عمليات التحول ايه الغذائي في الجسم عن طريق اطلاق الطاقة اللازمة للجسم من الكواد الغذائي من الكواد الغذائية للوقت الانسان بيأكل وعايز الاكل اللي هو كله ده يعمل عملية تمثيل غذائي يتحول داخل جسم الانسان وينتج عنه الطاقة اللي يقدر الانسان بيها يستفيد من ايه منها فيبقى هرمون السيروسكين هو المسؤول عن عملية التحول الغذائي طيب الهرمون التاني وهو هرمون جاي اسمه كده من ايه من اسم الكالسيوم لانه هو اصلا مسؤول عن ضبط الكالسيوم في الدم فيقول لي هناك الهرمون بتاع الغذة الدراقية اللي بتفرزه هو هرمون الكالسيومين والكالسيومين دون من الهرمونات المسؤولة عن ضبط عملية او مكونات الكالسيوم الموجود داخل الجسم طيب يجي سألني سؤال كده ويقول ضروري احتواء طعام الانسان على عنصر اليود ضروري احتواء الاكل بتاعنا على اليود وانتوا عارفين اليود ده بيبقى موجود في النسبة بتاعته موجودة في الملح فبيقول لان عنصر اليود بيدخل في تركيب هرمون الثيروكسين الذي يقوم بدور رئيسي في عمليات التحول الغذائي وذلك حتى نلاقي ان في معظم مش في معظم في كل الاتل تقريبا اللي احنا بنعمله حتى المخبوزات دايما نحط شوية بلح كده لان النسبة بتحتوي على اليود اللي هو بيساعد على تكوين هذا الهرمون لو منلاحظ يا ولاد نلاقي ان احنا سبحان الله كل حاجة في جسمنا مرتبطة بالتانية يعني كأن هي سلسلة متشابكة كل واحدة فيها ليها دور وكل دور بيكمل الجزء التاني من الوظائف علشان يقدر الانسان يمارس الحياة ويقدر يقوم بعمليات الوظائف بتاعته والانشطة الحيوية اللي بيقوم بها الانسان بشكل متكامل جين مسؤول عن صفة وراثية هرمون بيساعد الجهاز العصبي جهاز العصبي بيدي تنظيم للانشطة كمان انواع من الغذاء تكمل او تساعد في افراز الهرمونات بنحس ان هي سلسلة كلها متدخلة مع بعضها علشان تقدر في النهاية تخلي الانسان يقدر يمارس الانشطة المختلفة ويقدر ينفذ العمليات الحيوية اللي محتاجها الجسم بتاعنا علشان يقدر يعيش طبعا ويه ويتعيش يبقى تاني الغذة الدراقية هي احد الغذة الصماء وهي المسؤولة عن افراز هرمون الثيروكسين والهرمون التاني اللي هو الكالستيومين ودوا بنقول بيعمل عملية ضبط لنسبة الكالسيوم في الجسم الغذة الدراقية بقى لو حصل خلل في افراز احد الهرمونات الموجودة فيها فقال اول حاجة مظاهر الخلل في افراز هرمون الثيروكسين الثيروكسين ده هرمون قلنا مسؤول عن عمليات التحول الغذاء قال للخلل في هذا الهرمون يصيب الانسان بمرض اسمه مرض الجويتر والمرض دون عبارة عن ايه قال دانوعين في عندي جويتر بسيط وجويتر ضخم او كبير الجويتر البسيط اللي هو تضخم الغذة الدراقية وهو تضخم العنق بيبقى بصحوب بتضخم العنق يعني بيجي عند الرقبة هنا ويلاقيها متضخمة كده ورم جامد جدا 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 دي نتيجة ايه يقول اه عنده خلل في الغذة الدراقية يبقى الغذة الدراقية لو جيه حصل مظاهر الخلل في افراز هرمون الثايروكسين فبيحصل ايه قال بيحصل يصاب الانسان بمرض اسمه مرض الجويتر تمام وده نتيجة نقص افراز الغذة الدراقية لهرمون الثايروكسين لقلة اليود في الطعام احنا اتفقنا ان احنا لما نيجي ناكل اكتر لازم يبقى فيه نسبة يود ونسبة اليود قلنا موجودة في الملح تمام ملح الطعام العادي ده فاليود ده او في اي نوع تاني من انواع الاطعمة بس يعني المثال ده مشهور ومعروف فنقول هنا كده النسبة اليود الانسان محتاجها علشان تقدر تساعد الغذة الدراقية في افراز هرمون الثايروكسين تمام فالهرمون ده بيعمل عملية تنظيم للتحول الغذائي ما بقاش موجود يبقى على طول يحصل الاصابة بمرض الجويتر والجويتر البسيط بنقول ان بيجي عند العنق بتاعة الانسان وعند الجزء الخاص بالقصبة الهوائية هنا ده ويحصل تضخم ورم كبير هنا كده فالورم ده ايه سببه او ايه اللي ادى الى هذا الورم الفضيع او التضخم ده اقول ان هي الغذة الدراقية عندها خلل في افراز الثايروكسين اوكي طيب نتيجة نقص افراز الغذة لقلة دي ثاني بعد كده رقم اتنين الجويتر الجوهوذي والجويتر الجوهوذي ده بيبقى نتيجة برضو زيادة لإفراز الغذة الدراقية لهرمون الثايروكسين بكميات كبيرة طيب يحصل ايه بيحصل تضخم في الغذة الدراقية ويكون هذا التضخم مصحوب بجوهوذ العينين بيحصل ان العين تبقى متضخمة كده وبرزة لبرة كده يحصل فيها جوهوذ للعينين والعينين دول حاصل فيهم جوهوذ وده بيكون كمان مصحوب بنقص في الوزن نحافة وسرعة الانفعال فاللي عنده الجويتر الجوهوذي ده ما عندوش يعني يروح للكلام ويعني ما يكونش هادي كده لأ يكون سريعن انفعال غصبا عنه لإن ده عنده هرمون عالي بيتفرز بنسبة كبيرة يبقى تاني يا ولاد لما نيجي نتكلم على الغذة الصماء عندي الغذة الدراقية والغدة الدراقية بتفرز هرمونين من الهرمونين دول واحد مسؤول اللي هو الثيروكسين مسؤول عن التحول الغذائي والكالسيوم 2 اللي هو الكالسيوم 2 دول مسؤول عن تنظيم الكالسيوم في الجسم لو حصل خلل في هرمون الثيروكسين بيحصل مرض اسمه الجويتر الجويتر عندي بسيط وجويتر عندي جوهوذي الجويتر البسيط نقص إفراز الثيروكسين لقل تليوت في طعام الإنسان فتبدأ عند الغدة الدراقية هنا كده يحصل ورم ولقي كده طلع ورم كبير جدا عند الغدة الدراقية في منطقة القصبة الهوائية الجويتر الجحوزي بيبقى فيه تضخم في الغدة الدراقية بس ده زيادة لإفراز الهرمون بتاع الفايروكسين وكميات كبيرة جدا منه فبيحصل تضخم في الغدة الدراقية رقم واحد رقم اتنين جحوز في العنين لأن العنين بزة كده لبرة وفيها تضخم كده غريب قوي بعد كده بلاقي نقص في الوزن وكمان سرعة الانفاعية ده الخلل اللي بيحدث فيه الغدة الدراقية تعالوا بقى نشوف الغدة اللي بعد كده نالسة فضل لغدة البنكرياس ولسة فضل لغدة القذرية وكمان الغدة التنسلية تعالوا نشوف مع بعض الغدة البنكرياس ونشوف ايه هي الهرمون اللي بتفرسي زي ما قلنا كده عندنا الغدة الدرقية وعرفنا إيه الخلل لما يحدث خلل في إفراز هذا الهرمون وعرفنا إيه هو المرض اللي يصاب بيه الإنسان اللي هو الجويتر وسواء كان جويتر بسيط أو جويتر الجحوزي ده كان من الخلل اللي تحدثه الغدة الدرقية يبقى في هرمون النمو كان الإنسان يأمه عملاق يأمه قذر في الغدة الدرقية تاني مرض يظهر تمام عشان ما تلغبطوش ما بين الهرمونات وما بين الغدد الصماء اللي بتفرز وتسبب الأمراض تاني مرض اللي هو إيه الجويتر وزي ما احنا شوفنا كده يأمه جهوز ورم كبير عند الحنجرة يأمه جهوز العينين والنحافة أو نقص الوزن وسرعة الانفعيل تعالوا نخش على غدة البنكرياس غدة البنكرياس موجودة ما بين المعدة والأمعاء تمام وبتفرز برضو هي كمان هرمونين تعالوا بقى نركز كده مع بعض ونشوف الهرمونين اللي بتفرزهم غدة البنكرياس فبنلاقي عندي هنا أول حاجة هرمون الأنسولين هرمون الأنسولين ده يا أولاد بنقول عليه أنه هو خفض مستوى سكر الكولوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي عن طريق تحفيز يبقى تاني أنا عايزة أزبط سكر الكولوكوز اللي موجود في الدم مين اللي هيعمل الكلام ده؟ قال إن هرمون الأنسولين اللي هتفرزه غدة البنكرياس تمام؟ طيب هتفرزه عن طريق تحفيز إيه؟ قال أنا عندي خلايا تحفز خلايا الجسم يعني تخلي خلايا الجسم تعمل امتصاص بسكر الكولوكوز الزائد اللي هو بالزيادة تمام؟ في الدم وتعمل إيه بقى؟ يعني هتمتصه وتعمل بيه إيه؟ قال هتمتصه علشان تستخدمه في الحصول على الطاقة يبقى الإنسان كان حاجات فيها سكريات كتير جوه الجسم في نسبة كبيرة من سكر الكولوكوز زائد عن حاجة الجسم فتبدأ يعمل إيه هذا الهرمون؟ يبدأ هرمون الأنسولين يحفز الخلايا بتاع الجسم إن هي تمتص هذا السكر الكولوكوز وتبدأ تخزنه عندها وتحوله علشان تحصل على إيه؟ يستفيد منه بقى الجسم يستفيد منه طبعا شغلة مهمة جدا ووظيفة مهمة جدا في جسم الكائن الحي تمام؟ طيب نيجي تاني بعد كده بيقول إن هي كمان مش بس بتخلي خلايا الجسم تمتص سكر الكولوكوز الزائد وتحوله أو تستخدمه لإطلاق الطاقة للجسم أو تستخدمه فيه الحصول على الطاقة قال لي إيه كمان؟ بتخلي خلايا الكبت تعمل على تخزين سكر الكولوكوز يعني إنتي عايزة تقوليلي إن خلايا الكبت مش هتشتغل لو هرمون دا مفرس؟ ما إحنا اتفقنا من الأول خالص إن إنت عندك عضو من الأعضاء الجسم بيعمل وظيفة معينة الوظيفة دي منظم عملها عن طريق الجهاز العصبي ولكن فيه محفز يقوله اشتغل اعمل وظيفة بتاعتك امتص سكر الكولوكوز ابدأ حوله عن طريق هذا الإيه؟ هذا المنشط تمام؟ اللي هو هذا الهرمون اللي موجود في الجسم لو دا مش موجود ممكن تكسل خلايا الكبت إن هي تنفذ الإيه؟ الأوردر اللي هو عن طريق خزن سكر الكولوكوز الزائد عن حاجة الجسم واتحولوا إلى صورة جيلايكوجين يبقى تاني الغدد عملها مهمة جدا يا ولاد في جسم الإنسان أمراض من الأمراض الخطيرة جدا قد يصاب بيها الإنسان نتيجة للخلل نتيجة للخلل في عمل الغدد الصماء في جسم الإنسان هرمونات من الحاجات المهمة جدا اللي لازم يبقى المعدل بتاعها ماشي مظبوط جدا نزالك كتير من الدكاتر لو يدي أدوية أو يدي حاجة يقول ما لهاش تأثير على الهرمونات بتاع الجسم لأن الخلل على طول يظهر أمراض زي ما احنا شوفنا فنيجي لغدة البنكرياس أو الهرمون وهرمون الأنسولين أنا عندي مشكلة في سكر الكولوكوز الزيادة جوا الجسم فيروح هرمون الأنسولين عامل إيه؟ ودول طبعا يعني ربنا يشفي كل مرضى السكر ودول من أمراض اللي عندهم مرض السكر بيبقى عنده مشكلة في هرمون الأنسولين من الأمراض الممتشرة جدا عندنا هنا في مصر فيقول هنا أنا دووقتي عايز الخلايا تمتص سكر الكولوكوز الزيادة وتحوله الطاقة يبقى عن طريق تحفيز من هرمون الأنسولين أنا عايز خلايا الكبت تمتص سكر الكولوكوز ده وتبدأ تحوله إلى جلايكوجين وتخزنه لما نبقى نحتاجه تبقى نطلعه ونحوله تاني أوكي يبقى هنا هرمون الأنسولين قام بهذه الإيه؟ المهم تعالوا نشوف غدة البنكرياس مستمرة في عملها وهتعمل إيه كمان؟ قال هتفرز هرمون اسمه الجلايكوجون الجلايكوجون ده هرمون من الهرمونات اللي بتفرزها غدة البنكرياس وبتعمل إيه؟ قال تعالوا نشوف أهميته أولا بتعمل رفع مستوى سكر الكولوكوز في الدم إلى المستوى الطبيعي عن طريق الخلايا اللي بتعمل على تحويل السكر المختزن بيها إلى جلايكوجين إلى سكر كولوكوز ليكون متاح لخلايا الجسم الجسم دلوقتي محتاج سكر ومحتاج سكر الكولوكوز تاني خلي بالك الهرمون التاني اللي هو الأنسولين كان عندي سكر كولوكوز زيادة في جسم الإنسان فبدأ يقول للخلايا خذي سكر الكولوكوز ده وخزنيه واستخدميه للطاقة أو يا خلايا الكبت خذي سكر الكولوكوز ده وحوليه لجلايكوجين تمام طيب في الحالة التانية قال أنا بفرز برضو الجلوكوجون ده علشان يبدأ يقول للخلايا في وقت معين ترفع مستوى أنا عايز أرفع مستوى السكر في الجسم الجسم حالته الطبيعية عايز يزود شوية سكر الكولوكوز الموجود فيبدأ يعمل إيه؟ يروح للخلايا اللي هي مخزنة أصلا سكر الكولوكوز ومحاولات جلوكوجين زي خلايا الكبد ويقول لها يلا تعالي هاتي وحولهولي تاني إلى سكر كولوكوز علشان يبقى متاح للجسم ولكأن الاتنين عكس بعض أو مش هقول عكس بعض على قد ما أنا هقول بينظموا عمل بعض لو السكر كتير الأنسولين يبدأ يخزنوا ويحولوا لجلوكوجين لو السكر قليل في الجسم فيبدأ ياخد من الجلوكوجين ويحولوا تاني سكر كولوكوز ويطلعوا للايه؟ للجسم بتاعه آدي شكل غدة البنكرياس آهيت موجودة زي ما احنا شايفين وآآ آدي الخلايا آآ بتاعتي اهي وآآ آخ طبعا عينة من آآ البنكرياس وزي ما احنا شايفين كده شايفين مكانه فين؟ آآ خلي بالكم الدول اللي هم دخلين على المعدة اوكاء وآآ ورايحين على الأمعاء تمام؟ وإحنا كنت وردها لكم في آآ الصورة اللي هي فيها جسم للإنسان ما بين الكبد وغضة البنكرياس كده ترسم جهاز الهضمي ترسم المعدة ومن المعدة تدخل على الأمعاء هي في النص كده عاملة زي ورقة الشجرة حتى احنا كنا دايما لما بنعلمكم ترسم الجهاز الهضمي نرسم ورقة شجرة كده هو ده عضو البنكرياس أو الغدة البنكرياسية المسؤولة عن هذا العمل طيب مظاهر الخلل في إفراز الأنسولين الأنسولين أخد سكر الكولوكوز الزيادة اللي موجود في جسم الإنسان وخليت الخلايا تخزنه وتحوله الطاقة خليت خلايا الكبد تاخد سكر الكولوكوز وتحوله الجليكوجين لما احتاجه أبقى رجعه تاني كولوكوز عشان الجسد يرفع نسبة السكر في الجسم ده كلام جميل طيب لو حصل خلل بقى في الأنسولين اللي موجود في الجسم بتاعها هيحصل إيه؟ هل طبعا ده بيؤدي إلى إفراز خلل الخلل في إفراز هرمون الأنسولين بيؤدي إلى مرض اسمه البول السكري ودي حالة مرضية بتحدث نتيجة إفراز هرمون الأنسولين ده اللي هو بنقول عليه المرض البول السكري طيب نتيجة لده كمان بيحصل إيه؟ اللي هو مرض السكر بقى اللي احنا نسألين عليه اللي هو بيصبي كتير من المرضى ربنا إن شاء الله يشفيهم بيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وخروجه مع البول يبقى هنا بيحصل خلل في إيه؟ إحنا سكر الكولوكوز لما كان زيادة في الجسم كان هرمون الأنسولين يروح رايح للخلية ويقول لها يلا متصي السكر الكولوكوز الزيادة دون وخلصي الجسم منه لكن أصبح هنا ما عنديش هرمون الأنسولين في خلل في إفراز فيحصل إيه؟ أصبح سكر الكولوكوز الزيادة في الجسم أنا ما معرفش أتصرف فيه هوادي في إيه؟ ما بقاش الخلايا عندها القدرة على امتصاصه أو تخزينه وتحوله الجليكو جيت فيظهر على طول الإنسان يصاب بمرض البول السكري ويبدأ ارتفاع نسبة السكر فييجي يقول لك المريض السكر أنا عندي سكر عادي فيبدأ الدكتور بقى يكتب له من الأدوية بتاعته إن هو يدي له ياخد أنسولين يدي له أنسولين علشان يقدر يحفز الخلايا إن هي تقوم بوظفتها أو بتقوم بعملها طيب ما هي أعراض هذا المرض والإحساس الدائم بالعطش وتعدد مرات التبول ما هو إحنا قلنا الجسم بيحاول يخلص من نسبة السكر نسبة السكر الزيادة اللي موجودة في الجسم عن طريق الإيه؟ البول بيخرج السكر الزيادة عن طريق البول فبالتالي هتزيد عدد مرات الإيه؟ التبول يبقى غضة البنكرياس زي ما شفنا هي المسؤولة عن هرمون الأنسولين والخلل زي ما شفنا لو حصل في جسم الإنسان خلل في إفراز مادة هرمون الأنسولين الأنسولين بيحصل على طول يصاب الإنسان بمرض البولي سكري ويبدأ تتعدد مرات التبول وبالتالي برضو هيبقى الإنسان يحضر شرب العطش لأنه بيفقد مية كتير من إيه؟ من جسم دي كان جزء الخاص بالغضة البنكرياس تعالوا مع بعض نستكمل ونشوف مين اللي فاضل تاني من الغضة الصماء اللي هنبدأ نتكلم عنها ونشوف الخلل الهرموني هيسبب إيه برضو لجسم الإيه الإنسان شوفنا قد إيه الهرمونات طبعاً يعني إحنا مكناش درسنا موضوع زي ده مكناش عرفنا قد إيه الهرمونات مهمة جداً في جسم الإنسان وقد إيه بتؤثر بشكل قوي جداً على وظائف يعني عايز أقول إيه؟ مهمة جداً عارف إنت لما ييجي يقول الطبخة بازت علشان زرة ملح أو شوية ملح؟ أنا كمان تلاقي إن العضو المسؤول عن أداء الوظيفة موجود والخلايا موجودة في اسم الإنسان والجهاز العصبي بيتحرك فيها بيديها أردر بالعمل ولكن ما بتتمش عملها بالشكل الكامل ليه؟ لأن ما فيش الهرمون المحفز لعمل هذه الخلايا أو الأعضاء تمام؟ فزي ما شفنا غدة البنكرياس وقد إيه هي مهمة ويمكن مفهومها يوصل أسرع ليه يعني زي ما بقول كده مرض السكر كتير عندنا منتشر مرض الضغط والسكر ملصب بيه ناسك خاصة انتبار السن يعني طيب تعالوا بقى نروح للغدتين الكزريتان وقلنا الغدتين الكزريتان زي ما واضح في الصورة عندي في الشكل قدامي موجودة عند الكليتين والكليتين زي ما احنا شايفين كده أعلاهم يعني واحدة على الكليا المين وواحدة فوق الكليا الشمال الإفراز الهرموني قال بتفرز الغدتين الكزريتين هرمون الأردناي والأدرينيليل دول اللي هو هرمون من الهرمونات اللي بتعمل إيه؟ قال إن هي بتحفز أعضاء الجسم المختلفة للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ مثل الخوف والغضب والإنفعال يبقى الأدرينيليل ده هرمون بيساعد الجسم أو بيحفز الجسم للاستجابة الاستجابة الإيه بقى؟ استجابة السريعة في حالات الشعور بالخوف والغضب والإنفعال فيبدأ على طول الهرمون ده يفرز في جسم الإنسان فيبدأ الإنسان مردد فعله تبقى عليه أوكي؟ طيب الغدت التناسلية أول غدة هي غدة الخصية ودي بتفرز هرمون الزكورة المعروف باسم هرمون التستستورين التستستورين ده من الهرمونات اللي بتظهر الصفات الثانوية اللي هي صفات الزكورة اللي هو عند البلوغ يبدأ يظهر صفات الجنسية الثانوية في الزكور وكنا اتكلمنا على الموضوع ده في تانية إعدادي مش محتاجين إن احنا نقول في تانية الغدت التناسلية في غدة اللي هي غدتة المبيض ودي موجودة في المبيضين المبيض اليمين والشمال موجود الغدتين دول ودي مفروض برضو مسؤولة عن إفراز هرمون الأنوسة تمام؟ اللي هو الاسترود والاستروجين ده اللي هو هرمون الأنوسة والهرمون ده مسؤول عن إظهار برضو الصفات الثانوية في الإناس اللي هو الاسترود والاستروجين وكمان هرمون البروجستورين والبروجستورين دول هرمون برضو بيحفز نمو بطانة الرحم يبقى تاني غدة المبيض أو غدة المبيض لأننا عندي مبيض دمين وشمال فيبقى هنا وهنا الاتنين دول مسؤولين عن إفراز اتنين من الهرمونات الاتنين من الهرمونات دول عبارة عن هرمون الاستروتجين وده مسؤول عن الصفات الثانوية للإناس تمام البروجستورين البروجستورين ده برضو بيحفز بس لتحفيز نمو بطانة الرحم عند الإناس وده بيكون مسؤول عن نمو البطانة بتاعت الرحم اللي هي بتشيل الجنين زي ما شفنا الغدد الدقية دورها مهم فيه جسم الإنسان وفيه أداء الوظائف الحيوية يعني علشان تشعر بالخوف أو تحس بالغضب أو تحس بده أنا محتاج هرمون يفرز علشان أحس بالكلام ده لو جينا شفنا الغددتين الكذريتين تمام وقلت إن هي من الغدد اللي بتشعر عشان تبقى موجودة ومسؤولة عن هرمون يفرز أنا ساعة الغضب فده على فكرة بيبقى تنبيه للجهاز العصب إنه هياخد رد فعل أو يدي الإحساس بهذا الشعور زي ما قلنا كده تمام؟ فبنلاقي عندي الغدد من الغدد الصماء بتفرز هذا أنا يعني في نهاية الحلقة بتاعتنا وفي نهاية الدرس بتاعنا اللي هو الهرمونات هجمع بس الأمراض اللي إحنا قلنا الخلل الهرموني بيتسبب فيها فكان عندي أول حاجة هرمون النمو وقلنا مرض العملاقة ومرض القزلمة وقلنا إن انت تبقى عملاق أو قزن ده من خلل الهرموني النمو المرض التاني اللي تعرضنا له اللي هو الجويتر وقلنا ده من الغدد الدرقية ممكن يبقى اللي هو الجويتر البسيط وقلنا ده بيبقى ورم بيظهر عند القصبة الهوائية تمام؟ وقلنا لو زاد إفراز الغدد النخمية بيتكون عندي اللي سوري الغدد الدرقية بيطلع عندي كمان اللي هو الجويتر الجوهوزي اللي هو لاقي العين عندها جوهوز بتبقى برزة كده ومنفوخة كده لبرة ونقص في الوزن وسرعة الانفعال تاني الأمراض اللي ممكن ينصد لها من إنسان بعد كده جينا قلنا لي غدد البنكرياس ونقص هرمون الأنسولين في الجسم وقلنا بيسبب مرض البوليسكال وده نتيجة لارتفاع سكر كولوكوز في الدم الخلايا ما عندهاش المحفز اللي يقول لها امتصي سكر الكولوكوز الزيادة اللي موجود في جسم الإنسان فبالتالي هتعمل إيه؟ فيبدأ يظهر المرض على الإنسان وبيكون مصحوب بعدد مرات للتبول بتبقى كثيرة وشعور دايما بالعطش ويحس اللي دايما ريء وناشف وعلى طول عايز مية كده اللي هو مريض السكر بعد كده قلنا الهرمونات الأخرى اللي بتفرز عن طريق القذريتان أو الغدد الصماء التناسولية للمبيضين وإيه؟ ده لو عندي خلل في الهرمون بتاع الزكورة يبقى إذن الصفات الثانوية للذكور مش هتظهر زي الدقن والسطوطي بقى خشن والصفات دي كلها مش هتظهر نفس الكلام للإنات وكمان خاصة في البطانة اللي بتحمل الإيد للرحم يبقى إذن هنا زي ما شفنا الهرمونات مكمل لوظائف كثيرة من الجسم من البداية قلنا الغدد الصماء هي الغدد اللا قنوية اللي هي بتفرز المواد شايفيني كل الهرمونات اللي احنا قلناها دي على طول في الدم ومباشرة مش احنا قلنا من الأول ما عندهاش قنوات تخط فيها الإفرازات أو المادة الكيميائية وتبدأ تمشي توصل للعضو اللي هي رايحة على عشان تعمل الوظيفة بتاعتها لا احنا قلنا كده على طول الغدد الصماء اللا قنوية على طول إفراز هذه الهرمونات في الدم مباشرة ودايركت على طول علشان توصل لمين علشان توصل للخلايا المستهدفة وما تنسوش كلمة الخلايا المستهدفة دي عشان ما تنسوهاش هي الخلايا المقصودة بعمل مين الهرمون مش احنا قلنا الأنسولين ده بيقول للخلايا معينة في الجسم امتصي سكر الكولوكوز الزيادة في الجسم أو لخلايا الكبد حولي سكر الكولوكوز الزيادة اللي عند اللي في الجسم إلى جليكوجين اللي اتنين دول اللي هم بنقول عكس بعض يعني أو بيعملوا عملية تناسق وتصبيت لسكر الكولوكوس في الجسم لو الجسم عنده زيادة أو محتاجه ده بقول إنه هو عمل بيكون دايركت مباشرة من الدم للكبد عشان ينفذ ده أو من الدم على طول للخلايا المستهدفة علشان اللفظ ده وما تنسوهش وانتو في نهاية الدرس بتاع الهرمونات تمام؟ لو جي قال لي مين هي الغدة اللي بنقول عليها الغدة سيدة الغدد أو الغدة الرئيسية هقول له هي الغدة النخامية لإن هي الغدة المسؤولة عن إفراز الهرمونات المنشطة لعمل الغدة الصماء الأخرى يعني عندي الغدة القذرية محتاجة حد أو هرمون منشط لعملها فتيجي من الغدة النخامية غدة البنكرياس اللي هتفرز الأنسولين عايزة منشط هي كمان علشان تقوم بعملها تمام؟ فما ننساش لما يجي يقول لي لفظ ده أو كده لو جي قال كمان علل هرمون أو البنكرياس بيفرز اتنين من الهرمونات بيكون عمالهم معاكس بعد هقول له عندي الهرمون اللي هو الأنسوليني بيمتص الكولوكوز ويحوله إلى مخزن للطاقة في الخلايا أو يحوله في الكبد للجولايكوجين ده بالنسبة للغدة دي بيه الصماء عرفنا أماكنها وقلت أول غدة كانت موجودة في المخ أسفل المخ زي حباية الحمص موجودة في بصين اللي هي الغدة النخامية الغدة التانية اللي هي الغدة الدرقية موجودة عند القصبة الهوائية ممكن يجي لي أكمل كده مكان أو توجد الغدة الدرقية نقط مكانها فين موقعها فين هقول له عند القصبة حول القصبة الهوائية تمام؟ أسفل الإيه الحنجرة تمام؟ بعد كده الغدة بين كرياس موجودة ما بين المعدة والأمعاء الغدة التناسولية أو الغدة التناسولية موجودة عند الرجل في القسطية وموجودة عند الأنثة في المبيض والغدتين القذريتين موجودين فوق الكليتين واحدة يمين واحدة شمال عند الكليا دي الغدد القذري رجعنا مع بعض يعني إيه غدد صماء رجعنا مع بعض أماكن الغدد الصماء في جسم الإنسان رجعنا مع بعض كمان الأمراض التي قد تحدث بسبب الخلل الهرموني سواء الإفراس بالزيادة أو النقصان في جسم الإنسان وكمان قلنا أهمية كل واحدة منهم إيه هي بكده يبقى إحنا وصلنا لآخر جزء في الدرس بتاعنا أفكركم إنه ده كان آخر درس في المنهج بتاعنا الوحدة بتاعتنا اللي هي الجزء الخاص بالوراثة هنبدأ مع بعض إن شاء الله في الحلقات اللي جاية وهنكون حرسين بإذن الله إنه يبقى المراجعة بتاعتنا ماشية بالترتيب اللي هو هناخد الجزء بتاع التفاعلات الكيميائية والسرعة التفاعل الكيميائي فيه يعني نعمل لها موديل موديل أو اتنين من الإجزامز بالامتحانات والإكسرسايز والجزء الخاص بالكهرباء والقصائص الفيزيئية للطيار الكهرابي برضو هناخد لها برضو إن شاء الله حلقة أو اتنين نعمل لها إكسرسايز وامتحانات عشان تتدربوا عليها وكمان الجزء الخاص بالإيه بالوراثة بالإضافة إلى كمان امتحانات شكل امتحان عام إن شاء الله وتقدوا امتحاناتكم إن شاء الله على خير وتبقى سنة إن شاء الله تحققوا فيها كل اللي انتم بتتمنين بنوصل لآخر حاجة في حلقتنا النهاردة بشكركم واشوفكم على خير إن شاء الله في المراجعات للصف الثالث الإعدادي شكرا لكم وكل عام وانتم بخير واشوفكم على خير إن شاء الله